مع الطبيب المختص مع الطبيب المختص أسبوعيا برنامج طبي في علاقة بطب الاختصاص على الحياة FM مرحبا بكم مرة أخرى أنتم ما تسمعوا فينا على الحياة FM إذا تلقى نهوين للصحة على التسعين ثلاثة في برنامجكم مع الطبيب المختص موضوع الحسن طيعنا اليوم طرق علاج سرطان الثادي ويحضر معنا مجموعة من الدكاترة الدكتورة ناديا مروين طبيبة استشفائية جامعية في أمراض النساء والتوليد الدكتورة نجلة سعيد طبيبة مختصة في علاج الأورام والدكتور مهدي بوطريف طبيب مختص طبيب استشفائي جامعي في جراحة التجميل والترميل كنا تحدثنا على طرق العلاج وحدثتنا دكتورة ناديا مروين على العلاج الجراحي ودكتورة نجلة حكيتنا على العلاج الكيميائي يظهر لي فمّا العلاج الهورموني قلت لنا ما زال العلاج الهرموني زيدة العلاج الطبي فما العلاج الكيميائي فما العلاج الهرموني وفما التيرابي سيبلي وإلا العلاج المستهدف العلاج الهرموني والعلاج بالطب المستهدف يلزم يكون ناخده بعين اعتبار خاصية الورام يلزم يكون فما مستقبلات هرمونية العلاج الهرموني يلزم يكون الورام عنده مستقبلات هرمونية للأستروجين والبروزير يما نعرفه في التحليل تحليل خالية تحليل العين أو إلا تحليل الورم هو المشورين يندرى المستقبلات الهرمونية هذه موجودة أو غير موجودة إذا كانت موجودة وقتها نجم نعطيه العلاج الهرموني العلاج الهرموني نجم يتعطى قبل العملية في بعض الحالات خاصة إذا كان الورم عنده خاصية أباريسك دوريسيديف معنى مفميش خاصية مفميش ريسك إنه يتعاود يرجع لمرض إيه ما هوش خبيث جدا نقوله فيه أنوي نجم نعطيه الهدف من بتاعه وقت هيكون تقليص حجم الورم بدأ يتعطاه صورة للنساء الكبيرات في السن اللي فوق 75 اللي متنجمش تستحمل العلاج الكيميائي قبل الجراحة ويتعطاه زادا بعض الجراحة الهدف منه إنه على خطر مش نفهموا الهدف منه الخلايا السرطانية اللي عندها المستقبلات الهرمونية ديه الإستروجين والبروجستيرون تتغذى من الهرمونات اللي موجودة هي بصيفة طبيعية عند المرأة نحن الهدف منه من العلاج الهرموني يأما نحيو نعملو سيبريسيون للهرمونية هذية وإلا نعملو انبلوكاج للمستقبلات الهرمونية وقتها معاش تفهم معاش تغذى ومعاش تفهم معاش تغذى الخلايا السرطانية بالهرمونية هذية ونعملوها انبلوكاج تغذي تموت الخلايا السرطانية معندوش هذية تأثيرات سلبية كمال مما تأثيرات سلبية هو المدى بتاعه هي مدة طويلة شوية صرته بعض الجراحة لتكون مدة مبين خمسة سنين وتنجم بتوصل حتى العشرة سنين هيك الحربوشة اللي تقعد تاخذها المرأة هذيك اللي تاخذها المرأة كل يوم في نفس الوقت لمدة خمسة سنين وإلى العشرة سنين من اللون نجمو نعملو نشوفو زيدا معناها طريقة العلاج الهرموني تطلب تعتمد على اسكل المرأة اللي مينوبوزي وإلا ماهيش مينوبوزي معناها في سن اليأس ولا ماهيش في سن اليأس وزيدا تعتمد على خاصية الورم هو بدو اذا كان ابا ريسك دوريسيديف ولا هو ريسك دوريسيديف هذي هو بالنسبة للمرأة في سن اليأس معناها نعطيه هو اكثر العلاج هذا ولا معناها علش قلت مربوطة بسن اليأس لدى المرأة لا مش مربوطة معناها فما نوع يتعطى الفرنون مينوبوزي اللي مزلت صغيرة اللي مزل الطمط مزل يجيها وكل شي وفما نوع اخر يتعطى المرأة اللي مينوبوزي اللي داخلت السن اليأس وكل نوع عندو المودة داكسيان معينة واضح أهم حاجة مش ملنا نزيد المذيب بالكليم الدكتورة نجلة المرأة إذي مش تيخو فيها ما وصلش لسن اليأس مزيد لازمها تكون عندها طريقة لمنع الحمل ثابتة على خاطر الموليكول هذه عندها يعني الفيتيغات وجين على البيبي إذا كان هي تحمل هذيك عليش دي ما أحنا نجل تعمل تعطينا بيبي مشوح هذيك عليش هذيك عليش لازمها إذا كان مش تيخو مدة خمسة سنين الخمسة سنين يكون عندها وسيلة متاع منع حمل متأكدة من روحها اللي هي ما هيش مش تحمل واضح لكن دكتورة إذا كان مرأة لقدر الله أصيبت بمرض سلطان ثادي وهي معناها تحب تجيب صغير كيفيش نوعلها وإذا كان هي تحب تجيب صغير والبريود هذيك لازمها تعمل التراتمان بتاحها كامل ولازمها تعمل الهرمونو ترابي والترابي سيبلي وكل شيء حياتها هي قبل فما إذا كان العمر متاحها معنا هي جيليميد مثلا فما إمكانيات أخرى تعمل كونجيلاسيان تعليزوفوسيت هذيك لطنكة هي تبرى وتكمل التراتمان نجم نخبيولها البوايذات وفا نستعملها وفا إذا كان معناها عمرها متقدم شوي فهمتها في أغلب الحالات دي ما حيات المرأة هي قبل كل شيء واضح سمعني أزيدا فما نسيت ما عنده بشا صغار ويمرض بصرطان تتديو تقولك إني نحب نجيب صغير وإلا تقاها هي مريضة بصرطان تتديو ووقتها هي إلي أنسانت بالنسبة لثلاثة شهور والولانين نبجلو حيات المرأة على حيات الصغير خاطر وقتها صغير مزيق قاعد يتكون والعالج الكيميائي أو العالج الهرموني نجم شوها صغير ولكن العالج الكيميائي نجم يتعطاء نجم يتعطاء نجم تكمل الحامل المتاحة وكل شيء وتأخذ العالج الكيميائي والعالج الكيميائي يوقف معناها 34 سمين أو 34 سمين دامينوري نوقف وقت العالج الكيميائي مش ما قبل الولادة مش ما تعملش مضاعفات بعتلي في الولادة المتاح واضح واضح دكتورة العالج الهرموني انتي توحدتنا على العالج بالجراحة العالج الكيميائي الهرموني والعالج التيرابي سيبلي فما العالج بالاشعع اللي هو السلافير متاع الطبي العالج الاشععي ان شاء الله في حصة قادمة نحكيو عليه وقتاش نستعمله بعد الجراحة قبل الجراحة هو في أغلب الحالات ديما بعد ما تصير الجراحة نعملو الغاديوترابي المريضة يعني تعمل تعمل جراحة متاحة تعمل التيرابي وبعد تعمل الغاديوترابي فما حالات اللي ما تستحقش يعني شميو وتعمل كين الشوريجي ومعها غاديوترابي انتي والحالات اللي قلتنا عليهم دكتورة نجلة فما ساعات تماغ يعني ما عندهش مستقبلات برمونية ما هيش مش ساعمل شميو تيرابي ما هي لازم هتكمل بالغاديوترابي واضح مش هو اللي اللي في مفعول الغاديوترابي هي بيش تقتل معناه اول حاجة الهدفة متاحة بايش اذا كانت قاعدة خلية هكا ما تنحاتش في الجراحة تقتلها اول حاجة اول حاجة وثاني حاجة الريسيديف متاع اللوكال معناه الريسيديف في نفس البلاسة تنرجم متاعه وترجع الالتماق هذي كعليش احنا نعملو غاديوترابي بايش متلا بايش نقلو الريسك متاع الرجوع متاع الورم هذي واضح دكتورة احنا البروتوكول هذي الكل متاع العلاج قدش يخذ وقت حسب تقريبه ولا ستدفير من الحالة الحالة هو ديما ديما يعني اذا كان صارت تشخيص ولا وصارت يعني البرزان شارج ديما هو بصيفة مسترسلة فما ما بين مثلا ما بين الجراحة ما بين تعمل الشيميو تيرابيه متاحة فما من ثلاثة الى ستة جمعات حتى لين تبرى بلاس العملية كل شيء ما يمفميش معناها وقت معين معناها تنجم تكون ستة شهور كيما تنجم تفوت معناها تكون بعد ما تكمل البروتوكول كل متاع التخاتمات فما مراقبة تقعد مراقبة طويلة على مدار خمسة اثنين خاصة اذا كان مش تعمل الهرمونو تيرابيه كل ستة شهور تعمل الانيكزامان كلينيك كل عام لازم تعمل ايكو ممودو كنترول معناها مع اليكو بالفين اذا كان تعمل في الهرمونو تيرابيه لازم تتفقد الحزمة متاحة لازم تتفقد غشاء البطانة بتاع الرحام متاحة ده مراقبة يعني مسترس للمدة طويلة وشوية معناها واضح دكتورة ظهلي الامل توا ما زال موجود ولا موجود عنا اكثر الامل بوجود جراحة التجميل وجراحة الترميم والمرأة ديما كما قلت انتي مهم برشة الجانب النفسي مهم برشة خطر الاستر المرأة يرمز الانوثة متاحة يرمز الوجود متاحة وفيما برشان تسي يتأثر ونفسها هنيا اكثر من المرض احنا نفتحو اميمهم الافاق ونقولو راو تكمل العلاج متاحة ولا منعرش وقتيش نبعثو المريضة للطبيب تجميل والطبيب الجراحة متاع الترميم دكتور مهدي وقتيش المرأة تنجم تاخذها وتعمل الترميم متاحها وقتيش معنى وهي مزيل في العلاج الا بعد ما تكمل العلاج jadi 2 فؤinee 2 types 2 statistics 1 2 3 3 4 عند الساقال 3d 1 من لا يريد العام على الدخول الأمن من هذا الرجال الغالية وحديث عن العام على الحكومة في هذا المستشعر من الساقال 3d 1 وعدد aهدئ ، التواصل الساقال 4d 1 ويشعر نسأر ألساً في الساقال 3d 2 كم يتطلب ، يازم ساقال 5 مهار وعدد الساقال 5am وعلى الساقال 6 أهدئ ، وحديث اندع من الطلاب الهدئة المهارات المتكتب ، للح��ات المتكتب ، وحديث عن نحومات المتكتب ، والنساء المتكتب وال Leon في هذا الوقت سوSer أنه يجب أن نأخذ المنائج لحظة كنية للعنصر لتحديد المنائج لن يجب أن نأخذ حاجة ستشعر لذلك يجب أن نأخذ حلاج تكملي يعني شعوري عادل لحظة لحظة المنائج لحظة كثيرة في العالم الأن العالم يتحدث عن الإعجاب الى الانتقادة في نفس الوقت مع العملية الجيرحة في نفس الوقت مع العملية الجيرحة وهناك هذا الديال ولكن هناك تشعر وقته يبدأ تمر الانفازي فما ما وينع إذا كان المرض مستفحة كبير شوية فما أنواع متقدم ياسر والنوعية الخالية يجب أن يكون يمس الجلد لأن الركonstrucción تحاول تستثني نجم نقول الجلد وأحيانا زاد الغيال الحلم نحاول نحافظ عليها نيبل نيبل مستيكتومي وإلا في الحالات عندما يكون المستفحة المستفحة يجب أن يكون المستفحة يدعون عندما يكون المرضى مستفحة مع الراديو تيرابي فهمت ولكن هو في معظم الحالات احنا نعمل معنات ترميم الثادي الدستانس معنات ركوانسيون سيكوندير وعادة نلتشأ بعد ستة شهور وليتكمل الدوام تيح وليتكمل العلاج اللي هو تكملي معنات الراديو تيرابي وإلا الاشيميو تيرابي يعني هذك الديلي داتان احنا انسو بوز استعرط المحالة يقولون يقولون أن النافط الممثل انتعش بكثير وليت تبغي سوفELLE ترمش Nee لا انتعشبه منتعشي نعمل وليتظر فهل لتعرض معظم ومن ثم قد يقولون نعمل نعمل ثم يقولون لبعنمج معنات الترميم الثادي اليوا في الحالة الثانية هذيه لديه الحالة الأكثر معنت معنط نحب بوكول يقولون قلة من الباسيونت اللي هما يلتجوا الجراح الترميم الثدي ومعنى الاستاتيستيك باركزمبل معنىش في تونس ما في فرنسا أقل من 10% وهذا نجح على يمكن مانك دينفرميسيون وإلا مانك دينفرميسيونتين ما يعملكش مشكلة معنىها معنىش أطباء يمكن كلها في الأطباء معنىتها اللي هما يمارسوا نوع الجراحة هذية موجودة طول دكتور الجراحة هذية في مستشفياتنا العمومية مستشفيات العمومية الجامعية موجودة فما في صالحة زيز فما معنىتها جراحين تجميل يقوموا بالنوعية العلاجة هذية وإحنا في تونس الحمد لله يا ربي متقدمين معنىتها احنا متقدمين في المجالة هذية ولكن المشكلة مش كان في صالحة زيز كهو فما في بعض المستشفيات الجمعية الأخرين كيما سهلول كيما كذلك في حبيب بورقيبة في سفيقس مشكلة أنه معنىتها كيما قلت لك الندرة متاع الاختصاص تخلي وقلة معنىتها الانفرميسيون تخلي اللي الجراحات هذو ما ههمش قاعدين يتمارسوا بطريقة معنىتها صحيات رزيدة جراحي rain عيل عزا معجزك علاء لم أستطع الانفرميسيون بطالقة تعطي على حifer بل مطابق التقني يعني مطس حقش بارش مطابق التى إكيب من ومطاريل بعض الهوفة انبتز ديشرب إلى إدارة ديشرب إلى إيادة ديشرب إلى إيادة وهناب توسط� بإيادة من الضائن التى إيادة ولكن بعض الأحيان الوخارج يسألسنا التى جوجة لإدارة يعني لذلك في المتوسط الهوفة وين совремاتيقية كل مرة التكلية ويضامة الانداء وين هل يدد البنات؟ نحن يحتاج إلى البحث لذلك أرهضت على البحث أنه يأتون عليكم ويأتون ذلك ويسعون بالكسر ويسعون أنهم لا يسمون مرة توفضل لكنه يمكن أن نعلم بحث لكن لدينا عدن تجل تقنيات أكثر وهذه المبهوزة من المبهوزة وهذه المبهوزة مدى في العرب من البلاز شديم وها لك هذه المبهوزة وكبارة أو يمكنت تقرير بزان الأممم المخلوقات ما هي المبهوزة على المبهوزة كلها تعليق كما أنتحسسس في المورفولايات المتالية المتاليينة رسالة نعمل المتاليينة التحرير لكيشترون المتاليينة يتحفي الرقاة أسأل تجيب العديد من المعنى المتاليينة التعصيب العديد من السوء المتاليينة كما تقولون، نعمل الهاتف الانتاج سوف ي mundينات مربديات أخرى مع الداخلية إذا كان الجلد متيح عام لالعيليج الإشعاعي تنجم تسحنيش الطريقة إذا كان تسحنيش لنسبة تريد العيليج الإشعاعي دكتور ما هي مدينة جاعة للعمليات هذه؟ العمليات هذه الحق معناتها يحسنوا برشا في الكالي تدفيه في الباسيونت هذه الجودة الحياة كما نقول خاصة كي احنا نحكيو على دي باسيونت اللي هما كانوا يعنيو من مرض ورم سرطاني وعندهم دي بروبلم بسيكولوجيك كما انتها فاته أني صحيح التاني والحالان الамиضاتي وخاصة لو كنا نشوف نتيجة العلاجات المحاسية ällt لذلك محولة الاحجاجات dividendتصار في الانتجهة على� véritublicها وي متعطط حسنج جrs نحكيو على الحق نحن يطف hello ده احنا leurs عمليات سهل و leaders يتعاملوا بطريقة سريعة ولكن بالتبعى عندهم احاولات النفس النفس الناس الدورabilية ذلك ليست طوالs ولكن هذا تساعد بعض المشاكل ولكن احنا معناها اذا كان النوع العملية التي تضعو سليكون و تضعو أولا اسمها ليس شيء طوال تخي ناتوري لكي أثر على ماعناتها بطبيعة لو كان عنا لفعل ميو نجمو نعملو أحسن فما زادة لنوعي أخرى من الترمية من هي احنا ننجيكتو لغريس كي تبدأ معناتها الجلد هذي كي كنا نحكيو بكرية نجمو نحطو ينبرزة التانت ومبعد نحيوها ومبعد ننجيكت ينجيكتو لغريس كي نجبدوها بتاريقة شافة الدهون ويتم تحذيرها سعيد وكل شيء تعود أن ننجيكتوها في الـ سيت هذيك ويسيرها في لبعض سيانس مثلا اننا نفعل 2 أو 3 سيانس ويسا دون مorphولوجيا مانتة دوثينة قلية ومبعد نتجة طبيعية ودوم أكثر معناها في الوقت إذن دكتور معنيها المراقبة بعد نقعد الراقب المرأة بعد ما نعمل الجراحة هذية زيدة كما أطباء النساء وأطباء الأمراض الأورام معنيها علاج الأورام نقعد نتبع زيدة الحالة عن المرأة ولا لفتا عملنا العملية وهو أنك عمل تعملي ترميم السادية ليس معنى انتها نوقف على الجرية السربيانس تقدقل منذين بعد وقت الأساساء أو ترميم يناول الخلائية الظورامية تنجم ترجع حتى نبات ولمراقبات هي تصير بعض المرأة بعد ما نعمل الجراحة ونعرف حيث يجب أن يكون يكون لديها مراحباً لديها تقرير المناطقين ويجب أن يكون لديها مراحباً وتتعارها تقرير المناطقين وأيضاً يتعارف الواقع لدى المممواجهات ولكن عندما يبدأ يتعارف الراديولوجه والمساني المنطقة يتعارف بيناتهم والمراحب بيناتهم هذه هي مدى الحياة تقعة المرأة تحت المراقبة الطبية اللي هي متعددة الاختصاصات احنا معاكم على الحياة في ايام مع التسعين ثلاثة نرفقوكم العشرين طعا صباح بالنسبة لللي التحق بنا توا موضوع حصتنا هو الخيارات العلاج في سرطان الثدي ويحضروا معنا الدكتورة نديا مروين طبيبة استشفائية جميعية في امراض النساء والتوليد والدكتورة نجلة سعيد طبيبة مختصة في علاج الاورام وكذلك الدكتور مهدي بوتريف طبيب مختص في جراحة التجميل والترميم نخرج استراحة موسيقية مع امل وهنا رجعي مع الطبيب المختص مع الطبيب المختص أسبوعيا برنامج طبي في علاقة بطب الاختصاص على الحياة افهم